ده اللي حصل في الخصوص منطقة تجميع وفرز القمامة من مناطق مختلفة زي مصر الجديدة ومناطق شعبية ونصف شعبية وغيره ويمكن ده الوضع في كل مناطق جمع القمامة وفرزها في مصر كلها كيف عكست القمامة ونوعيتها وحجمها وكميتها الأزمة الاقتصادية في مصر وهذا سؤالنا في هذه الحلقة اسمحولي ان انا ارحب بضيوفي الكرام الدكتورة علي المهدي عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية صدقا اهلا وسهلا دكتورة اهلا يا سيد مناورة على فكرة يا جماعة الدكتورة علي المهدي قالت لدواتي طب ما خطنيش الخصوص معك لي اه ولا كان نفسه اروح معك تيجي معا المرة الجاة اه مستعد مش هتقرافي لا لا اخدها انا انا هاجي معك يا سيد مجد مع عبدالنبي ومرحب بالدكتور مجد علام امين عام اتحاد خبراء البيئة العرب وخبير المناخ اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا هتقيا معنا في خصوص اه اهلا روحتها كتير روحتها كتير وضيفي العزيز ايضا مشرفنا فيه للستودي معالي المواطن عبدالنبي محمد وعبدالنبي يا جماعة مهنته ومهمته هي جمع القمامة من المنازل وهو منطقة او يسكن في عزبة النخل صح؟ نعم اهلا وسهلا اهلا وسهلا بحضرتك شفتين وانا با في الخصوص؟ لا بس انا عارف حضرتك وبشوفك في التلمي كنتش موجود اليوم ده وكنت بالشغل اه بس 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 انت الخصوص بتختلف عن عزبة النخل في حاجة؟ لا هي 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 بس يعني اصلك هي بين الخصوص وبين عزبة النخل فهيا هي عزبة النخل هي الخصوص هي الخصوص اه انت بتسغل في الجامع ولا في الجامع والفرز؟ في الجامع وفي الفرز اللي اتنين اه patent بتجمع منين بقى سيدا عبدالنب من حي عند شمس حي عند شمس اه قول لي هو فعلا زي ما قالوا في الخصوص انه الزبالة بتاعتنا او القمامة ما ممعادش فيها اخر زي زمان? ايه ونعم. اتأثرت ازاي قصة عبدالنبي? اتأثرت في حتة الليكشاك دي. ام. وبعدين احنا نشغلين جمع احنا دلوقتي لو اللي باطلع لحضرتك او باطلع لحضرتك. انا يعني انت بتديني اختياري انا بكبرش. ام. فاحنا بناخدها برضك وفيه ناس تاني. طب الكيس نفسه اختلف عن زمان مكوناته الحاجات اللي فيه. اه. الكنز. الكنز قل. الكنز قل. اه. البلاستيك. اي خامة بتباع. ودي حاجات مهمة بالنسبة. ايه مهمة عشان انا دلوقتي معي اسرة وليه اخين اخ اكبر مني برضك معاه خمس افراد واخوات تاني مع اربع افراد. احنا في عزبة الدخل اللي هي الخصوص حوالي خمس تلاف اسرة. خمس تلاف اسرة. اه. واقسم بالله الخمس تلاف اسرة دول في حوالي عشرة تلاف اسرة كمان بيقلوا من اراه. اه. بيقلوا من اراه. اللي هي حتة. في حتة واحدة. اللي هي كالزي والحاجات ديت. طب قول لي بقى. ده هي منطقة عزبة نخلة ده الخصوص افندي. ايه الخصوص تمام. منطقة واحدة فيها خمس تلاف اسرة وعشر تلاف اسرة معهم بياكلوا عايش. ايوة نعم. من كيس الزبالة ده. من كيس الزبالة ده. قول لي بقى كيس الزبالة اللي بتفتح. اللي هو خيره قال عن زمان بسبب غلاق الاسعار والناس بدأت رشط في الاستهلاف. ايه اللي بيتباع فيه بتفرزوه ازاي ده بيروح فين? وده بيروح فين? وده بيروح فين? هي كل حاجة بترجع يعني زي ما هي تاني. يعني عندك لابعد احترام لك كوتل بتطلعها بترجع كوتل تاني. اه. الكنز ده. بتروح لمصانع الورق. اه مصانع الورق. الكنز دوت بيروح مسلا زي يرجع الامونيا تاني. اه بيروح المصانع. اه فحديد شرحه. كل حاجة بشرحها. طب المواضي المواضي العضوية اللي هي بقايا الاكل. بتروح نحن. يعني اللي انا بعد احترام لك لما ودل واحد الحالي انا عن نفسي بجمع بس. اه. لانا عنديش مكان اللي انا افرز وكده. مم. بس بقى الاسر كلهم هم يعني اه بهم اللي بجمعوا اسرتهم اه بيفرزوا وهم دي مارخة نزيلة اللي سفناها دي في الخصوص بتاكل من ايه? بتاكل من ايه الحاجات الباقية. بس مش كل الحاجات بيأكل. بس كل الحاجات بيأكل. اه بيأكل الخضر. لكن الحاجات الباقية التانية دي بنوديها مدفن فابو زعبا. العربية الكبيرة بمئة وخمسين جنيه. على حسابك برضو. على حساب نوع. على حساب اللي هو بيفرز. يعني البلاستيك بتعاد تصنيعه. نعم. الكنز. نعم. الازاز. نعم. الاه. الورق. الايه? الورق. الورق. العض بيروح مصاري. العض برضك بيروح مصاري. اه. لأ هم فيه اقول لي بعض.